السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الاستفسار من حد من الاخوة لنحو التالي مواصل على تناول الماء الساخن منذ اربع سنوات بانتظام والحمد لله وجدت فيه نفعا كثيرا ولكن هذه الايام حصل عندي التهاب في رباط من اربطة الركبات فكيف استطيع علاجه بالماء الساخن وهذا استفسار وجيز جدا ولذلك في ميالي نأتي بمختطفات سريعة رد سريع ولو ان هذا استفسار وجيز جدا بذلك اجرينا بحث مؤخرا بعد هذا الاستفسار كيف لدور الطب الحاقبثي للحد من هذه المشكلة الصحية متعلق بارباطة الركبة وهذه مشكلة تتبعا غالبا يعاني منها حتى الرياضيون الذين يمارسون الرياضة حتى الرياضة المكثفة مثل المنافسات الرياضية ومشبه ذلك كلاعبي رياضيين ومشبه ذلك لذلك هذا خبر مفرح للكل للجميع سواء لرياضيين ومتسابقين في مسابقات الرياضية وكذلك الذين يمارسون رياضة الركض والمشي السريع ومشبه ذلك وبصفة عما الذين يعانون من هذه المشكلة متعلق بارباطة الركبة لكن سيكون في وقت آخر بإلقاء مزيدا من التفاصيل تتعلق بشكل أكثر عمقا ما تتعلق به المكونات الماء ساخن من حيث مواد هذه من الماء ساخن الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين وانتلقى من الأبحاث العلمية بشكل منفردا حول فوائد الماء وفوائد الطاقة وفوائد الهيدروجين وفوائد الأكسجين للحد من هذه المشكلة لذا لذا كل شيء الذي يكون له علاقة بالطب يعني بالأمراض بجميع جوانب الصحة الإنسان الجسدية العاطفية العقلي الروحية طب الجيني والسيكولوجية طب الأمراض كل ذلك هو سبب جفاف الجسم من الدرجة الأولى من هذه الوقود الأساسية الإستثنائية الأربعة لذلك حتى يقتنع المجتمع لذلك مما يلزم أيضا إجراء الاستعانة بالأبحاث المعملية التي أجرت على شكل متفاوتة لأن على سبيل المثال ما هي الأبحاث التي أجريت بفوائد الماء في هذا الشأن وكذلك بقيت المواد الأخرى الأكسجين والهيدروجين والطاقة وعندما يستنزف من هذه المواد الجسم تكون هي نتيجة لذا أي تقلبات في وضع الإنسان صحية سواء من أي جوانب من جوانب الصحة الأربعة للإنسان الجسدية العاطفية الأقلية الروحية هي نتيجة من الدرجة الأولى استنزاف جسم الإنسان من هذه المواد إذا استنزف الجسم الإنسان من حد الأدنى من كميته واحدة من هذه المواد إذن بدأ النظام بأكماله يدخل فيه نوع من الخلل والخلل هو الجسم الإنسان يبدأ يعطي إشارة بشيء ما طبيعي على شكل مثل التهاب أو ألم أو صداع أو ما شبه ذلك أو الشد عضلات أو ما شبه ذلك مع تكرار بحيث أنه في الوضع هو معتارف به معرف به يتيم علاج هذه المشكلة أو قضاء لهذه المحاولة قضاء لهذه المشكلة عن طريق لي الأعراض وليس الأسباب الجذرية لذا الطب الحاكوباثي يركز يركز من الدرجة الأولى على قضاء على أسباب جذرية لكل حالة صحية متقلبة وهذا النقطة مهمة جدا جدا لذلك الكثيرين يتعجبون ويستغربون ويتسألون كيف لشيء واحد لكل هذه المنافعة كيف لشيء واحد يقضي على الأمراض كيف لشيء واحد مادة وحدة حتى تعيد وضع الإنسان وضع صحي متكامل حتى فيما تعلق بالعصاب والتقلبات العصبية والمزاج وزيادة قدر الذكاء وغير من ذلك حتى جوانب الصحة الروحية كل هذا جوانب الصحة يعني اكتمال الخلق إلى أحسن خلق أحسن تقويم كيف لدور لذلك وجب علينا من وقت آخر تقدم ب أبحاث شخصية نقوم بها ونستعين بأبحاث علمية ومعاملية ودراسات أجرها أجرها علماء وباحثين شهيرين من كبرى جامعات عالمية من هذه المواد بشكل منفرادية وهي كلها من مصدر واحد الماء الساخن لا البارد ولا الفاتر ولا الحار ولا المغلي الماء الساخن لذلك لندخل مباشرة إلى هذا الرد كيف للقضاة لذي المشكلة لها في رباط الركبة يتم علاج أو القضاة لهذه المشكلة طبعا نحن نتحدث مرارا طب الحاكوباثي لا يختصر على علاج الأمراض لأن الإنسان لا يتطلب إلى علاج من المرض لا يوجد شيء اسمه مرض هي خالة الحالة من الصحة يتقلب وإنما الطب الحاكوباثي يركز على أسباب جذرية لذلك يعيد وضع الإنسان إذن نسميناه بدلا من علاج نسميه revitalize يعادة إحياء and energize أو طاقة متجددة تغذية خلايا بالطاقة إذن يعادة إحياء و تعويض الطاقة وبالتالي من خلال هذه النقطة الأساسية المصدر الأساسية هو المصدر الوحيد الاستثنائية في قلقه تكوينكو الإنسان وهو في نصر وقت الجسر الرابط إلى المصدر الوحيد الاستثنائي في جميع الكائنات الحية على القرة الأرضية وبهذا النصيحة على الشخص المصعب أو يعاني من هذه الإشارات الأولية للجسم بوجود ألام في رباط الركبة مباشرة يلجأ إلى مرعاة أهمية الالتزام من الدرجة الأولى على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة التناول المأساخ المحدد لدى الكبار ومحدد لدى الصغار ودرجة حرارة محدد لدى الكبار ودرجة صغار هذا واحد وطريقة توزية وكذلك جميع الإرشادات الصحية والعلاجية التي يتقد بها متحدث أمامكم مؤسسة طب الحاكوباثي بالولادة المتحدة الأمريكية مواطن من سلطان العمان خالجية عربية ذلك لذلك من الضرورة القصوى هذا أهم شيء تغذية الخلايا بالمأساخ الذي هو المصر الذي يغذي كل خلية من مصادر هذا الماء الساخن أي أي الماء والأوكسجين والهايدروجين والطاقة وكذلك استخداما العلاج المساعد أو الطريقة المساعدة وهي طريقة العلاج بكمادات الماء الساخن على امتداد الجسم بكامل وفق البرنامج المحدد في هذا الشأن والتركيز أيضا زيادة التركيز مرارا لثلاثة أربع مرات في منطقة الإصابة أي عند منطقة لركبة القدم هذا هو الذي أردنا توضيح ولذلك سيلاحظ الشخص المصاب فعلا بتحسن وقضاء على هذه المشكلة أي معنى أنه فقام هو بإيجاد أو الاستجابة على الأسباب الجذرية للمشكلة ولكن ستكون هناك أيضا إذا هناك مزيد من الوقت وفرصة لتقديم الأبحاث العلمية التي جمعناها وهي من خلال كل مادة من هذه المواد وروابطها في مستخب القريب بإذن الله جل وعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متحدث أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشة بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان مؤسسة الطب الحاكوباثي فخر لكل عمني فخر لكل خليجية وفخر لكل عربية مع السلام